مرحبا بكم في الاستماع مواصلين في زون ميكست حتى للخمسة متاع العشية ما زال نتابع معكم في ماتش الاسبرانس ومستقبل سليمان حاليا ننطلق الشوطل الثاني ونعود ونذكره بالانتيجة بالنسبة للعباد اللي تحقت بناتوا تعادل واحد واحد حسم الشوطل الأول هدف فونانج للسليمانية في طريقة 17 وعادل فراس غومة ضد مرميه في طريقة 39 من جانب التراجرية ذي التونسي قاعدين حاولوا نتصلوا برئيس مستقبل سليمان سيمحسن بوشاعة اللي مستقبل جيبس سيف ولا رئيس مستقبل جيبس مخدم سليمان والسفيروس سيمحسن بوشاعة كما قلنا رئيس الزليزة باش نحكيوا معه على المشاكل اللي سايرة مع المجمع الكيميكي مع الجروب شيميك وشفنا الكوميونيكي اللي كان هبط البارح بخصوص المشاكل اللي ما بيناتهم على اعتبار انه الجروب شيميك يعني تجاهل الهيئة المديرة واخل اخل معتاب الوعد متاعه وسكيفيك الجماهير متاع لايز جيك كانت غاضبة وخرجت الظهر في الشارع وحرقوا العجلات المطاطية على كل هو الرئيس موجود خارج تونس قاعدين حاولوا نتصلوا به كان جمعا نتحصلوا به في بها سينو ان شاء الله في فرصة قادمة نحكي وكما قلنا على البطولة مراوحة بين الماتشويت متاع اليوم والماتشويت متاع غدوة غدوة الملعب التونسي عنده مباراة هامة في البطولة خاصة بعد ما كان خسار الى ثلاثة نقاط يعني في الجولة الافتتاحية هو لمحالة عادل مع جرجيس في جرجيس واحد واحدة لانه خسار المباراة بعض الاعتراف اللي كانوا اتقدموا بيها العكارة اه ماتش موج بيكون سهل ضد المتلاوي مختار المتلاوي اللي كان فيز في الجولة الافتتاحية على فريق اه مستقبل اسليمان بثناء يا نظيفة ايه وزيد خارج زادة من اخسارة من عدم الترشح لدورة المجموعات زادة دو زيرو زادة في الزير في السبعين الفوق يعني معرفش كيفاش يتعامل وشوفنا الغلطة متعبل للمجري فالاخر هذي رو بيش تخلي دي السوكل مهوش بسهل تكون يعني في قدام تلعب قدام العفشان ثلاثين الفتفارج جيت القروحة في قدام المتلاوي في تيران يعني معاقب ويكلو المتلاوي اللي فهمتي اه عمال فيكتوار ضد سليمان في الماتش لولين يتدع كيف كيف غير المدالة منظر مخلوف انسحب وخذيه عيمد بن يونس يعني صفيت رواجورة اول ماتش لعمد بن يونس لكن اللي نعرف هنا الحقيقة وديما نقولها قرحته يلعب في بردو يتقلق حتى حتى ويكلوه يتقلق صحيح هو جماهير الحقيقة تكون بعه ساعات عندها ذات سبغة سلبية مش هجابية وانا تفرج قداش ماتش غادي في بردو يعني ما يمركيه وش تدرجر بحصي على العب تولي الجماهير فهمتي تغضب برش وشوفنا هذيه لكن الحقيقة ديما نعرف الساة تونسية عندها هيكيب باها معليها كان بيش تخرج يعني من الديسبسيون بتاع الكونفيدرالي الافريقية إذا ما معليها كان تربح روح حتى مهر والكنزاري لحقيقة زينا موش في راحته وتعرف انو الانسحاب هذيه خلى برشة يعني امتعاض لدي احبه للملعب تنوسي بايش مش تريض لحبه وتخدم في الجويز ما كتربح غدو المتلوي عليش نحكي هيكي على خطر كي تربطش عندك نهار تلاحد في رادس مع الاسبيرانس مع معلي كانت كي ما اقوله باللغة الكوارجية تسلك من الماتش متاع غدو هذي متاع المتلوي على اساس كان ما يعملش آآ ان بان ريزولتار غدو وو викتوار كنتر المتلوي سيه با غاني معنى خطر الماتش تاع الاسبيرانس سعيب ووو سعيب نجم بعض روح جورنيه وكان غدو تعمل ايكس مزان نجم بعض روح جورنيه تلقى روح عندك انبوان وقت مشكلة كبيرة معدوش انبوان وين الانبواني؟ غدو كان تعمل ايكس نجم تعمل ايكس نجم وتخسام على الاسبيرانس نجم بعد ترويه جورنيه تلقى روحك بان بوان. ماتش غوده بالرسمي نجم ونقوله عليه بالنسبة للملعب التونسي. سعي. بعد ماتش كونتر المتلوي. ومبعد هيدربي كونتر الاسبرانس. المشكلة انه البريسيون ماشي وتكبر في البقلاوة. من بعض البروجيه الكبير والمتعامناه والتتويج بكاس تونس. لالكولون فيرتبرال اللي خرجت انا لطوام الزلت مصر انه الملعب التونسي. ما منجحش في تعويض المغادرين. ما تنجمش انتي تخرج الخضراوي وبن عبدة. ولم يندهو في الوسط. وهيث مجويني وما تنجمش ما تجيبش ديجور دو كاليبر. ما تنجم. باه انك بشتراهن على الملعبية الشبان. ونيفوهم كادر وموش كونلي بشي قطرهم الملعبية ذاية. اوكي جبت ميهر الكنزاري. هم ما ساميهلال. ساميهلال باه موجود ساميهلال وموجود ساميهلال وموجود ساميهلال. تاو النجم بن عبدة تنجم خاطر موجود الصحراوي وموجود في اللاكس تنجم تلقى اللي شواء. هم القدام أبار بيليل ميجري. شكون شكون الملعبية اللي نجم يعمل ديجري. متاع زياد بري ما 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 نعرفش متاع. زياد بري مور كمبيتيسيون عنده برش. إسكو انتي تنجم تبني على البروجيه والليزا برا بور اللي زا تونت متاع تبليك. للي خلنا تفهم وتولهناش نوع الكنزار اللي موجوده مع ميهر. على خطر صحيح انا نمشي معاك. وقت اللي هنا تحاسبني مثلا بيش قولي بيش كون تعملي كمبيتيسيون أفريكان. بليف اكتيف هذين ولا ينقول لك ستوب. بذبت. تبدأ تحكي على المعاوضين وقول لك را. ولكن انت يا راو ميهر. بيش تتعدى ولا كما مثلا شك للخطوة فيها ليتراه بيش كون ترادو بجكتيف. انو بزمو يتعدى. اليوم ما نعرفش ان الكنترال شنو فيه. لكن انا معاك في حاجة. انو اذا تطلب حاجة اكتر ما اللي انتي موجود فيه طوحان مديده. وكان عندو فيكتيف الحقيقة. تريش وحافظ برش على النوايوم تيوم. ومع جوالتك. وهز فينال. وما نعرفش انا ديما نخطي الصفية معلش خرجها ديما تبقى لي نصق صفية. وقت لي انا ناجح معاه يبقى ونزيد ندعم ونزيد نجيب فما برشة جمعية تروا تبيع بيش تعيش وهذا يروا مهم جدا. كنت نتصور انو فمتي تناجم اتخرز وزم لعبية. فمتي ستا تونيزيان وتعاود. لكن لحكيها ما انا عرفش انا الوبجكتيف متعمها الكنزاري مع ستا تونيزيان بجواريت هذو مساء. وهو مختار ما يعاب على هيئة الملعب التونسي والرئيس محمد محجوب عمناه كانت من من اكثر الهيئة المديرة اللي ينثمنوا فيها التواصل والاتصال متاعها مع وسائل العلام وانها تخرج للجمهورة ترافير الباجو في سنة. سنة لان فاماش. ما فاماش. فاما مونك دو كوميونيكاسيون. ورغم عزيز باش الناس اللي تسمع فينا ارو على مستوي الخط الدفاع وابيد وراه. صحراوي وطراو مع عروز. قد لك انا دجا بن عبدا بلوزو ما ما يأثرش. ما يأثرش. في الميليو الامين دا واللي صحيح كان بليه وكان عنده الثقة اللي متاعه في وسط الميدان. اما باللي فاما فاما امرو فاما غازي العيادي. فاما اليشواج جيوا ديرو كروتي. اما القدام القدام مشكلة كبيرة ومعضلة كبيرة. مير الكنزاري اشكون مثلا بشكون بشيخد. بشكون بشيخد. هو حتى اسميع يا ريليار وحطه فمتياني لي في وقت ما الاوقات. بذب. فامتني لكن صحيح نمشي معك لكن تبقى شو فانيت هو انت يقول لك عندك برو جيغود وعندك ماتش متل او. والحقيقة خلنا نحكيه يعني ستا تونيزيان خلنا نقوله سترايلي فافوريت. تبقى كيفاش بيش تخرج من الديسيبسيون ما هوش حاجة سيهلة خاطر زادة ستا تونيزيان. حط برشة جيرا في الماتش اللي تعدمو سيهرة. ببا سيهرة. يعني ماتش فامتك لاني. مش تلقى روك في سيوسيون خايبة برشة. ولليوم ونعاود ونقوله انه هيئة محمد المحجوب لازمة تخرج الببليك متاحة. راو يقوله الملعب التونسي وما فاميش ضغط بالعكس جمهور بردو راو فاناتيك. وفامي برشة بريسيون ومستحقة تاو الملعب التونسي. الغلطة الاخرانية متاع النيول اللي ولا فامتني الترواجون متاع غازي اللي مش بش يلعبو ديجا غازي بش يفتعب. مزوز متشويت. ميسيه لارو غلطة راو الحقيقة. ايا ما لازم لازم كوميونيكاسيون لازم لازم هيئة الملعب التونسي تخرج للجمهور توضح اليو اسناء شنية البروجيه متاعك. مش هذا بركة عزيز هو توا جمهور متاع الملعب التونسي ما يعرش هال رئيس النادي بش يواصل ولا لي. يعني خطر فهم جلسة عامة انتخابية برمجة لنهار تسعة اكتوبر ها معتش مزيل تقريب جمعة من زمان على لونوف واخر اجل ليداع باب الترشوحات اه لوكات اربعة اربعة اكتوبر. محمد محجوب مزيل ما قدمش ترشح. ما قدمش ترشح وما نعرفوش معتش بش يتقدم ولا لي. ونجمو نمشيو. ونجمو نمشيو كالسيناريو متاع الهيئة السيري. ملعب التونسي اللي عامناه اللي كان علامة موذيئة وعلامة فارقة. وبالرسمي رقم صعيف البطولة. كيفاش في اربعة شهر اللي بنيته عام كامل ويمكن حتى اكثر عام ونص راو حمدي الدوم اللي يجيو. عامناه الانترونير الوحيد اللي ما تنحاش. ومن السيزون اللي قبل. عامين اه. معناه. وفولا عامين. عامين مع نفس الانترونير. عامل مارش سالاريال بيه يا برش. معندك دي جوور انتر الإكسبرينس وقعد تطلع بشوي بشوي قعد تنجيكتي في دي جون جوور. علاش في شهرين ولا شهر ونص اللي بنيته الكل كسرته. هذا اللي تقعد بيت فيه. اليومه معناه راوك الجمهور يتغشش. طيب النجمه راو مثلا في الخارجة متاع الخضراوي وبن عبده وشوفنا وقتها لحدث اللي صارت وكفشت غشو على الهيئة وكذا. انا وقتها مثلا جيتي كونتر الهيئة متاع الجمهور خاطر في اللاخر الملعب التونسي. وهي سكوب. وهي سكوب. وفولا وهي سكوب. في اللاخر انتي الهيئة راية ضحات برشة عملت برشة تطحية مادية. والرئيس عمل برشة تطحية مادية في السيق هذا. لازمك تبيع بشتعيش. اما او موان كنت نجم تمشي في نفس استراتيجية ذيك. تنجم تجيب جوار افامة لبروفيل وتعرضوا على هيئة الملعب التونسي. السنة. نحيط الانترونر. ومبعد اجبت انترونر اخر على اساس بشتبني معا معا دي جون جور. الديسبسيون اللي صار التوى متاع الكاف اللي كانت لها حتى الجمهور كان بني عليها برش. اليوم هاي صارت. اللي فاتي لا. اليوم الملعب التونسي لازم يحدد طولي زوبجيكتيف متاعه في السيزان هاتي. نحكي وزيدا حتى على الانتتابات اللي قام بيهم الملعب التونسي. ولو انو زوز انتتابات يبدو كون هم بيهين وما سي دو جور اترانجي. وما زلوا ملعبوش مموجودين في السكواد ليست. اصفوا الاسكو مهر الكنزاري بشي عمل عليهم في الماتش غدوة كاساسيين ولا ليه. اما انتوكا تم توجيلهم الدعوة اللي هما بونر موغيشا ميليو التيران. وكلوزي اوكبوزو طبعا اللي يعرفوه كونه العب في الولمبيا البيجي المدافع ذيلي كانت له تجربة خارج حدود الوطن تحديدا في العراق. ينجم وقدموا الاضافة ينجم مثلا اوكبوزو يعاود حمزة بن عبده في رايك نبدا معك. ينجم اوكبوزو. صرتوه معتا كان صحيح كان كاسح معتا مع بيجا. ولا اوكبوزو الحاجة. ولانو فمش شكل الرا غاديكا معروس وصحراوي مراش شكل. وفاما واتارا. وفاما عثمان واتارا. معناها اوكبوزو كيجي اوكبوزو. نزيدو نقولو انو الخط الخلفي متاع الملعب التونسي سيبه. معناها مسكر وفاما اللي شواء بالنسبة اللي طار الفني. البقية ديما كالعادة المشكلة راو في الفاز اوفنسيف. سواء او نيفو انيمسيون. شكون الجوالات اللي بيش تعمل الانيمسيون. وشكون اللي بش او نيفو كونكريتزاسيون. شكون اللي بش يحط الكرة في الفيلة. هيثم الغويني وحامزة الخضراوي الزوزل طوام متزيلو. بزيلو ما متعوضوش. راولهم لعبيه اللي جاءو الاستنتينجيم مكنوش معروفين معندهم شكل هاي الأعلامي requested هم الاستنتينجاه هو اللي يحطن في السوق. لا. سامعني. طاو كتي تقول لي樹 هايثم ؟ ل情ق وبتقوليش ما كانوش معروفين. هيثم الغويني الوتمثال يلي كان عندو والا..و الاسطور surge увFl hu primaver a did's computer. دو تبقى دو ولا تروى سيزان عايش في كترافيرسية دو ديزير. اما طوى. اما هايثا مش جويني. معنى قيمة ثابتة. انتي كتخرج زوز دو بيليه في الفاز أوفنسيف وما تعاوذهمش. سي نرمال بشترقى مشاكل من بعض. انا كنسمك هكا في الكونكليزيون وقت لي رئيس ستاد جيب ميهر انو ميهر فما بروجيه في السيابي متع دي جون. هو حاب ينبسي في جون. هل نفس اللي عندك مثلا في السيابي هما نفسهم اللي في البقليوة؟ هل موجودة في السيابي هي نفسها اللي موجودة في البقليوة؟ بقليوة هي زاكو. راي من بعد واحد وعشرين عام ترجع للبديوة. راي عم نقول البقليوة كانت رقم صعيب. و راي ربحت الكلوب. ربحت الاسبيرانس. ربحت عام اه معناها و راجع على الام بعد الفين وتسعة اخر مشاركة. معناها بعد ذيل كله انتي تلقى روحك بشتعاود تحكيلي على الليجون وكذا. جامعيات الكبار في تونس مايسو بروش. فم ملعب التونسي راو القدر متاح وانه بش يلعب راو صحيح اتعادة راو بعام اثنين خايب بتناجم اتاح للدو. اما في الاخر راو جمهور بارد و راو جمهور صعيب برشا راو مع جمعيته. في الاثنين كما قلنا نتابعوا في ماتش الاسبيرانس وسليمان. تغيير ثاني قام بيها ميجيل كاردوزو. خرج وقل الدربالي ودخل كونتي. ومع الغاء هدف للتراجي الرياضي التونسي بداعي التسلل سينوفي سفيقس مزال الاسكور سفر سفر من ماتش الاستاذ تونيزيان بيش نتعديو الماتش النيدي الرياضي السفيقسي طبعا بعد فاصل بيش نحكيو على المباراة هذي. اشتركوا في القناة